اشتركوا في القناة بجذر الطرفين بروح التربيع مع الجذر يبقى أوميجا صفر يساوي تحت الجذر K على M طلابنا لعلاقة النبض الخاص أوميجا صفر هي 2B على T صفر 2B على T صفر 2B على T صفر يساوي تحت الجذر K على M علاقة النبض الخاص 2B على T صفر إذن 2B على T صفر يساوي تحت الجذر K على M كان طلاب الآن كان نقلب النسب مثلا بقلب النسب تصبح لدينا T صفر على 2B T صفر على 2B يساوي طبعا جذر K على جذر M أو منقول جذر M على K M على K عندما نقوم بقلب النسب الآن بضرب الوسطين في الطرفين يصبح لدينا T صفر يساوي أو بإمكاني أضرب طرفين العلاقة في 2B اضرب هذا الطرف ب2B بتروح 2B مع 2B بضرب الطرف الآخر ب2B يصبح T صفر يساوي 2B في تحت الجذر M على K إذن T صفر يساوي 2B في تحت الجذر M على K طلابنا لاحظ إلى هذه علاقة الدور الخاص لاحظ إلى هذه العلاقة نجد أن الدور الخاص يتناسب طردا مع الجذر التربيعي للكتلي هو ليكون الدور 2 ثاني لو شدينا 10 سنتيمتر الدور 2 ثاني ولو شدينا 20 سنتيمتر يبقى الدور 2 ثاني إذن نحن نشده مسافة أكبر يبقى زياد قوة الأرجاع يبقى الزمن الزمن هو الدور الدور هو زمن هزي كاملي زمن هزي كاملي طلابنا أي سؤال؟ نعم أي سؤال؟ فضل نعم يا ياسمين هل الدور يتناسب عكساً مع الجزر التربيعي ولا طرداً؟ لا سابط صلاة النابض هل لقم تبعوا طلاب في البسط طرداً في المقام عكساً فهو يتناسب طرداً مع الجزر التربيعي لأم ويتناسب عكساً مع الجزر التربيعي لكي ثابط صلاة يتناسب الدور عكساً مع الجزر التربيعي لكي طيب أستاذ شو العلاقة اللي بتربط الدور مع النبض الخاص؟ فيهيك ممكن بيجينا سؤال تقصدكن على هذا الكلام يتناسب عكساً طيب 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 نحن شرحناه بشكل صحيح أن الدور يتناسب طرداً مع الجزر التربيعي لأم ويتناسب عكساً مع الجزر التربيعي لكي أستاذ كيف بيجي السؤال هنا؟ صيغة السؤال استنتج أو ادرس طبيعة حركة النواس المارين واستنتج علاقة الدور الخاص؟ هذا كسؤال نظاري الأستاذ في علاقة بين الدور الخاص والنبض الخاص؟ درس طبيعة الحركة والستاج علاقة أستاذ بالنسبة للدور هو مقلوب النبض الخاص؟ نعم العلاقة لا الدور مقلوب التواتر النبض يا طلاب النبض النبض في النواس يمثل السرعة الزاوية فكلمة نبض نقول نبض القلب يعني عدد النبضات في الثاني يعني ينجز نبضة خلال دور فعملياً أنه أوميغا صفر 2B على T صفر 2B هي دورة يعني 2B 360 درجة أما هون هزي يعني 360 درجة يمثل هزي دور كامل يعني 360 درجة خلال دور فيقاس أراضيان على ثاني ف يعني لو نظرنا إلى الحركة فيزيائياً نجد أن النواس ينبض يعني لو شدينا الجسم نحو الأسفل وتركناه فهو ينبض يعني بيطلع نحو الأعلى ويعود إلى النزوب تجاه الأسفل فهو ينبض يعني يشبه بالذلك نبض الدم مثلاً ينبض نعم كلمة نبض 2B يعني ينبض نبضة خلال دور 2B على T0 2B على T0 النبض أوميغا صفر يساوي 2B ضرب F نعم بس ليش نقلب النسب هلق قلب النسب بس مشان طالع على قيمة T0 فقط بس مشان طالع على قيمة T0 يعني هذا يؤدي بدي أقلب النسب طبعاً هون يعني جذر K على جذر M يعني بصي معي أنا T0 على 2B يساوي تحت الجذر M على K طيب بدرب طرفين علاقة بال2B الطرف الأول بدروه بال2B والطرف الثاني بال2B الطرف الأول بتروح 2B مع 2B يبقى بالطرف الأول T0 الدور يساوي 2B بتحت الجذر M على K صح فقط يعني نعم اللي بريد يكتب جانباً كيف بدي أحسب أنا أوميجا صفر أوميجا صفر تحسب من علاقتين أوميجا صفر إما من 2B على T0 طبعاً إذا ما عي T0 بحسبه من هون 2B على T0 ويمكن أن تحسب أوميجا صفر من علاقة تحت الجذر K على M أو M على K K على M طلاب M على K في علاقة الدور K بالأسفل يكون في علاقة الدور إذا أوميجا صفر تساوي تحت الجذر K على M أو أوميجا صفر تساوي 2B على T0 كمان في علاقة 3 2B بإيف إذا كان معنا التواتر تماماً نعم نعم تواتروا طلابنا ثواني فقط على التطبيق لاحظوا حركة توافقية بسيطة نعم نعم فضل دور مع ساعة ومع علاقة ساعة ساعة الاحتزاز طيب إذا قلنا تساوي 2B بتحت الجذر K X على G ما بصير يتنسب طرد مع الجذر التربيعي للمطال لساعة المطال طبع لبالك علينا شوي أنت عبد قلي X0 على G X0 هي الاستيطال السكوني وليست المطال صح صح ساعة على B بتحت 2B بتحت الجذر X على G لا لا خطأ X0 على G X0 الاستيطال السكوني أنت عم تسبق علينا مشوار طويل شوي أستاذا لبنان لما نستنتج الدور الخاص تستخدم معلاقه X0 كي الجذر K على M لتستنتج علاقة الدور الخاص تستخدم معلاقة OMEGA0 تساوي تحت الجذر K على M من هون تستنتج علاقة الدور الخاص طبعا بدل OMEGA0 توضع 2B على T0 صحيح بصير ناخد مقلوب لأمجا نعم نعم طلابنا لدينا التطبيق التالي يقول حركي توفقي بسيطة مؤلف من نابض مرين مهم لكتل حلقاته متباعد وثابت صلابته K ومعلق فيه جسم كتلته M ودوره الخاص T0 نجعل الكتلي M فتحة يساوي 2M كم يصبح الدور الجديد طلاب أنا يعني أفضل أنه ناخد العلاقة أو نسحب جواب سحب طلاب نا T0 علاقة 2B في تحت الجذر M على K T0 فتحة يساوي 2B بتحت الجذر 2M على K إذن كان الدور T0 الكتلي M يصبح الدور 9F فتحة والكتلي 2M طبعا في طريقة أنه انسب على بعض العلاقتين والطريقة الثانية أنه أنا بإمكاني طالع جذر 2 عام المشترك أو طالع جذر 2 خارجا يصبح T0 فتحة يساوي 2B بتحت الجذر M على K لاحظوا في جذر 2 بجذر 2 هذا المقدار اللي هو 2B بتحت الجذر M على K هو T0 إذن T0 فتحة يساوي T0 بجذر 2 إذن T0 فتحة يساوي 2B بتحت الجذر M على K بجذر 2 هذا المقدار هو T0 إذن T0 فتحة يساوي T0 بجذر 2 بجذر